نحن نريدها باطبيع الأيะ البسيطة لكن يمكننا سنشتغل بطريقتين الطريقة الأولى هي استعمال متطابقتين الأي摘ين الأولى والثانية �도0، هذا التعبير يكام لها شكل a¹B・S2 وهذا التعبير يكتبها الهـ شكل a-B-S2 وبهنا يمكننا استعمال هذه المتطابقة ويمكننا كذلك استعمال م captivity استعمال المerechtيطات تضيط باستعمال المتطابقة الأيما ثالثة فleş legallyется الطبرة وهنا لدينا فرق مربعين على شكل a-S2 a X2-Bolt agar نشغل بالطريقتين معهم. الطريقة الاولى هي طريقة النشر. المتطابقة الهمة X زائد واحد اس اثنان تساوي X زائد اثنان في X زائد واحد. نخدم عروفة. وكذلك بالنسبة للمتطابقة الهمة الثانية X ناقص واحد اس اثنان تساوي X ناقص اثنان ناقص اثنان في X زائد واحد. الان سنتخلص من هذه الاقواس. بطبيعة الحال هنا الاقواس مسبوقة باشارة سالبة. نعلم انه اذا كانت اكواس مسبوقة باشارة سالبة. فعندما نريد ازالتها فان اشارة التعبير المتواجد داخل الاقواس تتغيب. اذا كان التعبير موجبا اذا كان مسبوppa باشارة موجبهة فيصبحه مسبقا باشارة سالبة. واذا كان مسبوكا باشارة سالبة سيكون مسبوكا باشارة موجبه. لاحظوا معي هنا كان لدينا X2 داخل أوس وعند إزالة أقوى صبحت ناقص X2 هنا كان لدينا ناقص 2 في X فأصبحت زائد 2 في X وهنا كانت زائد 1 فأصبحت ناقص 1 الآن سنجعل الحدود المتشابهة جنبا إلى جنب سنقوم بترتيبها وسأجعل X2 بجانب ناقص X2 ونجعل 2X بجانب 2X كذلك ثم نجعل ناقص 1 بجانب زائد 1 يعني هنا نجمع الحدود المتشابهة جنبا إلى جنب أو نكتبها جنبا إلى جنب لأجل حسابها وتوسطها X2 ناقص يوسيسنا بطبيعة الحال تساوي السفر 2X زائد 2X ستعطي 4X وناقص 1 زائد 1 بطبيعة الحال عددان متقابلا جمعهما يساوي أصبحت وبالتالي فإن هذا التعبير هذا التعبير A يساوي 4X 4X التي تساوي 4X سنحاول إنجازه ولكن بالطريقة الأخرى ونستعمال متطابق أخذنا معي كيف أصبحت التعبير A X زائد 1 أس 2 ناقص X ناقص 1 أس 2 X زائد 1 تمتيل A وX ناقص 1 تمتيل V لدينا A أس 2 ناقص بأس 2 التي تكسبها على شكل A زائد B مضروبة في A ناقص الآن يمكننا تبسيط هذا التعبير سأقوم بإزالة هذه الأقواس هذه الأقواس لا حاجة لنا بها تعبير X زائد 1 ونقص 2 زائد 2 ونقص 2 X ناقص 1 الأقواس هنا مسبقة بإشارة موجابة سنترك التعبير كيفما هو هنا كذلك سنقوم بإزالة هذه الأقواس تعبير مسبق بإشارة موجابة سيبقى لدينا X زائد 1 أما هنا فالتعبير مسبق بإشارة سالبة لاحظوا معي فعندما نقوم بإخراج هذه الإشارة أو بتفسيط هذا التعبير فإذنما سنحصله على ناقص X زائد 1 X ستصبح ناقص X وناقص 1 ستصبح زائد 1 الآن سنقوم بحساب هذا التعبير زائد 1 سنحسبها بطبيعة الحال مع ناقص 1 الأعداد مع الأعداد والحروف مع الحروف X زائد X هي 2X وهنا نفس الشيء زائد 1 زائد 1 ستعطي بطبيعة الحال زائد 2 و ناقص X ناقص X ستعطي 0 فيتبقى لدينا 2X في 2 سنضرب 2 في 2 ستعطي بطبيعة الحال 4 وهنا سنحصل على نفس النتيجة R2 4X الفرق بين هاتين الطريقتين هي أن هنا استعملنا عملية النشر والتبسيط ولكن هنا قمنا بالمرور عن طريق عبر عملية التعميل باستعمل متطابقة الهمة الثالثة وهنا استعملنا المتطابقتين الهمتين الأولى والثانية وهنا استعملنا المتطابقة الهمة الثالثة و شكرا على انتباهكم و إلى برطة المقبلة بحول الله